السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الظروف الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري بيعاني من ظروف من ظروف انخفاض العملة انخفاض كمية العملة وتعويم الجنيه والناس بتعاني من ارتفاع الاسعار وقلت وعدم استعادتها الحصول على الموارد الموارد اللي تحتاجها نلاقي نلاقي المزيعة الكبيرة اسعاد يونس ومعاها فرح الزاهد وقفين راجبين عربية وقفة عملة تحدف فلوس على الناس ده معناها استهانة بالناس كأن الناس دول ما همش عبيد وهي بتلمع عليه من الفلوس هي معاها فلوس والناس التانية معاها شي هالدولارات ديت موجودة مع ناس معينة وبقية الشعب بيعاني من الفقر والجوع تلت تربع الشعب يعني بيعاني من الفقر والجوع وغلاء الاسعار ودول ناس وقفين وقفين بيرموا على على جموع الشعب الدولارات ومالا احنا بقول ما فيش دولارات ليه ده احنا بنقول اللي بيمشي فيه لجان لو زبطت مع واحد دولارات بيقبطوا عليه ومالا الناس دي ما تقبطش عليها ليه عملة عملة ترمي الفلوس على الناس يعني هالدول يعني بتهين بتهين جمهة الشعب جمهة الشعب بانها تعمل الحركة دي دي حركة حزينة حزينة الواحد ان ازاي هي تقوم بهذا العمل وبعدين تيجي هي ومجموعة ومجموعة الممثلين اللي بيمثلوا معرفش فيلم اسمه اسمه ايه فهم رايحين اللي بيوزع الدولارات الناس دي المطلقة ميتفردش عليهم ضرائب ويتفردش عليهم ويتاخذ منهم فلوس ويحلوا ازمة بتحل ازمة البلد واقف معاه واحد اسمه آآ 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 عنا بقى وعملين يرمو دولارات على الناس يعني انتو انتو فرحانين ان انتو تتملوكوا الدولارات دي وبقيت الشعب جعان بقيت الشعب جعان ما هوش قادر حتى يجيب قرصة عمية ما هوش عارف هيتغدى ايه ولا ولا ولاده مصاريف ولاده قد ايه ده 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 الاكل غير المصاريف بقى المدارس والمدارس والدروس والخصوصية والمواصلات والادوية يعني انتو صعدة بقى بالكلام ده مفروض الناس دي يتفرض عليها ضرائب حتى ان تعم المساواة بقيت الناس كلها الناس كلها الازمة تبقى تبقى على الناس كلها مش فيه ناس آآ اخوي هايس وانا ليس ده بالزبط كده زي فيلم اخوي هايس وانا ليس يعني الشعب تتربع الشعب آآ ليس ورفع الشعب هايس هايس من قوت الشعب يعني الدولارات دي واخدينها من من الضرائب بتاعت من الضرائب اللي بيحصلوها على الشعب وقفين وقفين مبسوطين وعملين يرموا على آآ يرموا على الناس الدولارات آآ الدولارات والناس مهم مش يعني من قلة ما فيش عملين يرموها من الشارع ويدربوا ويدربوا بعض ويتخانقوا عشان المين اللي يحصل على الدولارات دي ليه ليه التقبر والعنجهية اللي احنا فيها دي المفروض يكون فيه وضع حد مثل هذه المهازل حتى لا تحدث هناك يكون فيه نفسيات تكون مرتاحة وما يكون ش حد يعني محدش يحمل ضغينة ويغزوا الناس انهم معهم فلوس وبقيت الناس بتعاني من الفقر والمجاعة والامراض ويجي وزيد ويغطي تيجي واحد سعودي واقف موجود في مصر واقف عمال يرمي بالدولارات في الشارع زي ما يكون زي ما يكون فيه فيه يعني استهانة بجموع الشعب المصري والناس والناس ما هوم مش لقين مش لقين القوت اللي يقيتوا بيه يومهم الاكل اللي يقضيهم بقيت اليوم التلت واجبات في تار وغدا وعشا فيه ناس ما بتتعشيش الناس جعانة وفيه ناس مريضة مش قادرة تجيب حالة التمن الأدوية ودول ناس يعني دول ناس بيلعبوا بفلوس وبي 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 دايقوا الناس ان هما ان هما ده بقى حتى انت عايز عايزة تتبرع بفلوس بفلوس الناس اللي هي محتاجة مش بهذا الاسلوب يعني مش به الاسلوب دوت ان الواحد قول معروف خير من صدقة ان يتبح قول معروف ان الواحد بيكون فيه حسن معاملة في اعطاء الصدقة مش اديله بهذه الاسلوب دوت كانهم غنم بيعامل الناس كانهم غنم ويسيق لهم ويسبب لهم اذية اذية نفسية ليه المفروض يكون في في اسلوب اسلوب احسن من كده في اهطاء الصدقة او مساعدة الناس لكن انا اقف كده اقف كده اعمل الناس بهذا الاسلوب ده اسلوب ما ينفعش وطريقة غير غير ادمية غير ادمية في معاملة الازمة احنا مفروض احنا في ازمة اقتصادية المفروض الازمة دي بتعم على الناس كلها او اذا كان في حد عنده يعني عنده الساعة من المان او ساعة من الرزق بيراعي شعور الناس التانية بيراعي شعور اما يتصدق يتصدق ومن غير ازية من غير ازية حد ومن غير ان هو اعلن عن الناس ان انا ان انا تصدقت لهم وان انا ان انا قدت لهم بهذا الاسلوب لكن ده اسلوب ماينفعش في معاملة البشر ده اسلوب ان هو يعني بيدل انهم ممكنوا فقرة وقاتلهم طفرة من الغنى من الغنى فعشان كده بيعملوا هذا الاسلوب لكن المفروض ان الناس كويسة عشان بتتصدق من الفلوس اللي عندها يكون الصدقة لا يدبحها ازى لان كده فيها ازية نفسية وازية بدنية وازية من جميع الاطراف ويجب ويجب ان احنا تكون الصدقة 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 عشان تاخد عليها تاخد عليها حسنة لازم تكون طريقة تقديتها طريقة اداءها وطريقة قويسة ما هيش ما تصبش الازى وما تصبش الضغينة في نفس في نفس الناس كده يقولك تما فيه دولاتة وفيه وفيه فلوسة مع الناس الناس دي وما اللي هما مزنقين علينا ده احنا مش لقين ناكل ده احنا مش لقين ناكل بناكل من الزبالة لكن احنا دولات فيه ناس فيه ناس بتلعب بالفلوس كده وبتدميها في الشارع كده إلا إذا كانت ناس مفترية وقرعوا ربنا واتقوا لا واتقوا لا وربنا هيحسبكوا على هذا الاسلوب في المعاملة ان ده مش اسلوب مش اسلوب ديني ولا اسلوب إسلامي ولا دولة ولا دولة إسلامية بتتبع هذا الطريق بهذا الاسلوب انه مفروض ان انا بساعد الفقير بساعده باسلوب محترم وحافظه آدميته حافظه آدميته لان انت ربنا ما بيفضلش حد عن عد واحد عن الثاني إلا بالتقوى والعمل الصالح لكن انت كده بتفرقوا بين الناس وبعضها الناس بتلعب بالفلوس لعب وناس تانية مش لقيا مش لقيا قوت اليوم اللي تقدي للكف بيه الأسر بتاعتها فيه أسر في الشارع فيه أسر في الشارع مش لقيا حتى متور مفروض الناس دي تتحاسب على هذه المعاملة ومفروض ان فيه حد يحاسبها بهذا الأسلوب السيء الأسلوب السيء اللي هم باخدينه في معاملة الناس ده أسلوب يعني يؤخذوا عليه ودي حاجة مش كويسة أنا كنت كنت يعني بحب الناس دي من ساعة ما شفت هذا الأسلوب في المعاملة خدت منهم موقف وده الأسلوب ده ما عجبنيش والطريقة دي ما عجبتنيش وده أسلوب مش آدمي في معاملة الفقير وإحنا كلنا فقرة قدام ربنا وربنا حيحاسبنا مفيش فرق بين الغني والفقير غير بالطقوى والعمل الصالح لكن أنت أنت عايشة ستين سنة سبعين سنة لكن وكلنا مردنا إلى الله وربنا حيحاسبنا جميعا مالك فيما أنفقته وقسطول معاملتك للناس وحاسبنا على الكبير والصغير ما فيش حاجة ما فيش حاجة حضية في الحساب فمفروض المفروض الناس المشايخ كانت تطلع تعلق على هذا على هذه الطريقة وأنه دوت خطأ خطأ في المعاملة مع الفقرة ودوت بيصير نفس الناس وبيضيقها وبيضيقها ويصير نفسية الفقير على بقية الأفراد المفروض يكون الغنب يعطف على الفقير يعطف على الفقير ويتصدق عليه عشان ما يبقاش فيه فقير أساسا أنت لو بتتصدق كويس على الناس الفقرة ما كانش بقى فيه فقير ما كانش فيه فقير ما كانش تبقى تزنقة تزنقة دي لو الناس دي طلعت الفقير معها كانت الأزمة الأزمة الدولية كلها تحلت وما كناش حسينة بالأزمة الاقتصادية ما فيه كلنا نشارك بعض في 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 الأزمات وفي الفرح في الفرح مش مش ناس فرحانة وحيصة وناس بتعاني من الفقر والجوع وفي حالة حزن ومعانا ربنا يرحمنا جميعا ربنا يرحمنا جميعا من هؤلاء الناس اللي هم ما بيرعوش ما بيرعوش ظروف الناس وما يرعوش احتياجات الناس واسلوبه وبيعانوا من التقبر والكبر ودو أكبر حاجة ربنا لا لا يارد على جنة ميخش الجنة إلى زكان اللي في في نفسه زرّة من الكبر من الكبر يعني اللي فيه زرّة من الكبر دو لا يارد على جنة مش حال انتوا بقى وانتوا وقفين كده والناس تحت عملين يرموا يرموا اللي انتوا بتتفضلوا بيه عليهم ربنا ربنا يهديكم ويهدينا ويهدي الناس وتفك الأزمة وربنا يعم الرخاء والخير على البلد والناس كلها تعيش فيه رخاء وتتمتع الناس كلها تتمتع بالناس بوفرة فيه فيه الغذاء والكساء والصحة والأدوية ويكون الناس كلها في حالة رخاء وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته